دكتور سريم بتقولي ان المفروض نعمل واحد اثنين ثلاثة ارباح انا احد هؤلاء اللي مفروض ارد على شقعات يعني دي شغلتي اني باجي الصبح او باجي في الحلقة بتاعتي بابدأ اشوف الشقعات وابدأ ارد عليها من خلال الردود الرسمية او الردود اللي انا جبتها بطريقتي كصحفي وبقى ابدأ ارد ردود يعني مؤلمة او موجاعة وفيها نوع من الحدة لهؤلاء اكتشفت من المتابعة انه قبل اطلاق الشقعات الكبرى بيتم محاولة تشويه بعض القائمين على الدفاع عن الدولة يعني انا قبل شقعة المركب وغيره يحط صورة ليا مثلا ويحط تحتها كلام ما صدرش مني لا يعقل مثلا انا اقول جابين حاجة دكتور نسرين وانا بقول فلتأخذ اسيوبيا مياه نهر النيل فنحن لسنا في حاجة اليه طالما لدينا رئيس ولا لدينا جيش وحطين صورتي وحطين اللوجو بتاع جريط الوطن فوق اتنشر ملايين المشاهدات مدفوعة فانا بطلع رد واقول يا جماعة ادي التجذيب من الوطن ادي دا فيك ودا كذا يعني حتى اللغة ركيكة مش لغتي تصديق هذا المنشور المجذوب اسرع من الرد بتاعي اللي هو التصهير التوضيع وكأن الناس تحب او جاي على هواها الاخرين بيحاول الاول يقول مين اللي بيدافع عن الدولة ابدأ خبط في مصدقيته عشان لما اجا اهاجم افعالهم يبقى دا مصدقيته مضروبه نعمل ايه الحقيقة هي مسألة شديدة التعقيد صحيح وفي نفس الوقت تحتاج الى حكتين في غاية الاهمية الوعي والتفكير الناقد نحن في حاجة حقيقية الى زيادة ما ليش يا دكتور كده في حاجة كده ما معنى هو الوعي تعريف الوعي بكلم عن الوعي ببساطة ايه هو الوعي الوعي هو المعرفة بالتأكيد ممكن ابقى اعرف غلط ايه الوعي الوعي هو الاستبسار بما يحيط بيك بدرجة من الموضوعية والفهم هذا هو الوعي درجة من البصيرة العالية التي تقوم على اسس موضوعية وبالتالي الوعي يعني دفاع قوي في هذا الامر الامر التاني هو تبنيه التفكير الناقد نحن نستقبل المعلومات وكأنها حقيقة دون تفكير دون تفكير بينما لو دربنا ابنائنا والمجتمع على التفكير الناقد عليه ان يتشكك في اي معلومة ما لم تقم على اسس كيف نفكر نقديا مثلا دكتورا خلينا حالة عملية مركب المانية داخل البناء اسكندرية مفرغة شحنة من المتفجرات عشان تروح لإسرائيليين يتروبها خطرة فلسطينيين دي الرواية دي القسم نعم اي حد يقولك يا البلد بتعمل كذا ويبدأ شفت 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 الموضوع وكأنه عنده نهم انه المعلومات بس لو فكر تفكير نقدي زي ما حضرتك والدكتور ناسرين بتقول افكر هي بالمناسبة اسرائيل محتاجة تعمل الفيلم ده كله تبا بيجي لها بالطهران السلاح كل يوم من امريكا بالتكت عليه مش محتاج ثانيا ليه تخش منها اسكندرية ما تروحش منها الجدود اللي عندهم يعني بقليل من التفكير هكتشف انه الموضوع فريق كذبة لكنه الواحد بيكسل يفكر ولا مش عارف يفكر ولا مش عايز يفكر لا هو الشائعة في الحقيقة بالذات هذه الشائعة بتضرف في قضية اساسية اسمها الانتماء الوطني فهو يضع شائعة بهذه الصورة وبهذه التفاصيل لكي يمس الانتماء الوطني للمصريين والكل يعلم ان نصر دفعت في القضية فلسطينية ما لم تدفعه اي جماعة اخرى في هذا المجال وبالتالي صناعة هذه الشائعة صناعة مؤسسة على رؤية اوسع واشمل بحيث انها تهز الشخصية المصرية وتهز انتماءتها وتهز قناعتها وتهز اشياء كثيرة داخل المجتمع الان التوقف امام هذه الشائعة وكشفها وتعريتها استطعنا ان نتأكد انها لا حقيقة ولا اساس لها من الواقع وبالتالي نحن في حاجة حقيقية الى دائما التصدي للشائعات بتدريب الناس على التفكير النقد يعني لا نقول انه هذا لن يحدث تماما لكن نقول للناس فكروا معانا هل دا ممكن يحصل ايوه هل تاريخ مصر يقبل هذا هل الشخصية المصرية المكافحة العروبة والوطنية الى اخر يعني السمات الشخصية المصرية تقبل هذا نحن في حاجة الى الناس تعتاد على التفكير الناقد وليس على قبول الصحة والخطأ صحيح هستأذن حضر بيك هستأذن حضر بيك نطلع فاصل قصير فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة